حب مزمور 23 لما النبي داوت قال إن سرت في واد ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي فإذن ظل الموت هو ظل يعني حتى لو بيظهر كأنه موت بس هو ظل الموت لا تخف الله معك الله معك حضوره معك الذي قال ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر فإذن الرب يعطينا أنه نتحرر من خوف المخاطر أنه الله معنا حتى بسير معنا إن سرت في واد ظل الموت لا أخاف لأنك أنت معي الرب ماشي معك حتى في هذا الوادي شيء آخر مكتوب في مزمور 34 طلبت إلى الرب فاستجاب لي لما صلى الرب استجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني كم من الناس مش عارفة تخط قرار وعم تخطئ بالقرارات وحياتها محطمة بسبب الخوف فلما بتصلي الله بحررنا من هذا الخوف هذا الخوف المكتوب عنه أحبائي ومن كل مخاوفي أنقذني كما قال رسول يحنى المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأنه من خوف لم يتكمل في المحبة لا خوف في المحبة الشخص المليان محبة عنده ثقة في الرب لأنه مليان محبة ما فيه أي شيء فيه ثقة فيه علاقة فيه صلة فيه تواصل هذه العلاقة حميمية الله بحررنا من كل هذه المخاوف اللي هي مش بحسب فكر الكتاب المقدس بحسب الزهن أو أنه أصبح فكر شرير سيطر علينا واستعبدنا لهذا الخوف الخوف مما سيأتي، الخوف من المجهول، الخوف من المستقبل، الخوف المادة، الخوف من الموت، الخوف من القبر، الخوف ما بعد الموت إلى كل هذه الأمور لكن كل هذه الوعود الرب أكدها قال لا تخف لا تخف شيء آخر في مزمور 27 يقول يعني داود برضو برجع حتى مش خايف من الأعداء يقول يعني إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن بس ابتلأ المزمور في الآية الأولى 27 قال الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن حياتي ممن أرتعب فإذن لما الإنسان بيكون مليان بحضور الله فيش قوة في هذا الوجود تستطيع أن تهزم المؤمن اشتركوا في القناة